موسيقى كشفت وزارة الداخلية والصحة اليوم الاثنين تفاصيل التطبيق المعلومات المغربي للإشعار باحتمال التعرض لفيروس كورونا المستجد معلنتين أنه سيعتمد في الأيام المقبلة وسيتم إطلاق تجربة واسعة نتقل التطبيق بداية من الأسبوع المقبل في عدد من المراكز التابعة للمجمع الشريف للفوسفاد على أن يتم إطلاق النسخة الأولى من التطبيق فيما بعد وقال عبد الحق الحراق العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية خلال ندوة مشتركة عبر تقنية التواصل عن بعد عبر المناظرة المرئية الفيزيو كونفيرونس إن التطبيق سيكون متوفرا قريبا على متاجر الهواتف الدكية مبرزا أنه مغربي مئة في المئة طوره تقنيون مغاربة ينتمون إلى مختلف القطاعات الحكومية الحراق طمأن إلى أن التطبيق الذي سيتم الاعتماد فيه على المعطيات الشخصية للمغاربة يعرف حماية عالية كاشفا أن المعطيات التي سيخزنها التطبيق سيتم التخلص منها بعد انتهاء فيروس كورونا واعتبر العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية أن حماية المعطيات الشخصية جزء من المشروع مضيفا هذا التطبيق مرتهن بالترخيص الذي حصل عليه من طرف اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وأكد المسؤول في وزارة الداخلية أن استعمال التطبيق هدفه مساعدة اللجان المتعلقة بمتابعة المغاربة الذين خالطوا المصابين مبرزا أنه سيتم تحميله إراديا من قبل المغاربة التطبيق الذي جاء بمساهمة كل من الداخلية والصحة وبتعاون مع وكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية التقنية المواصلات ومساهمة عدد من المقاولات الوطنية أشرف عليه أربعون مغربيا من قطاعات وزارية مختلفة من جهته أكد محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبي أو مكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن هذا التطبيق سيساعد في تحديد الحالات الإيجابية للفيروس وكذلك في فهم أفضل لأسباب انتشاره مشيرا إلى أن هدفه هو تشخيص الحالات المخالطة للمصابين بالفيروس وأوضح اليوبي أن التطبيق الذي سيحمل شعار وقايتنا سيمكن من التكفل بالحالات المخالطة قبل ظهور الأعراض عليها وتفادي المضاعفات والهوفيات والحد من انتقال الفيروس إلى أشخاص آخرين وتفشيه في المجتمع وأشار المسؤول بالوزارة الوصية على أن القطاع الصحي إلى أن هذا التطبيق سيعتمد على تبادل هوية المستخدم عن طريق تقنية البلوتوت بين هاتفين ذكيين مشيرا إلى أن الهدف هو تفادي انتقال المغرب إلى المرحلة الثالثة من الوباء